خلال كلمتي بمناسبة عيد العمال أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة والعلى من أبرزها أزمة جائحة كورونا والتي كانت لها تدعيات كثيرة على العمل وأشار الرئيس سيسي أن الدولة أولى تهتماما كبيرا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدمتها وتقديم الدعم الكامل والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجة لقد مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة كورونا ولا شك أن العمل تأثر كثيرا بتدعيات تلك الجائحة حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنوات جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وواكب سرعة وتيرتها ولذلك فقد أولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها وعلى التوازي فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمال غير المنتزمة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي كما تم الوفاء بأجور العمال المنتزمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزاية النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسا ترجمة نانسي قنقر